إثرى تكليفه تشكيل الحكومة يحاول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن يصابق الوقت للخروج بتشكيلة تحظى بثقة مجلس النواب وفي هذه الأجواء بدأ ميقاتي استشارات نيابية غير ملزمة في البرلمان فيما يتمسك بحكومة تقنية يقول إنها تتماشى مع المبادرة الفرنسية فهل تنجح مهمته؟ وماذا لديه من ضمانات لم يكن يملكها من سبقه؟ من بيروت الكاتب والبحث السياسي أسعد بشارة أهلا بك معنا الليلة في غرفة الأخبار نحاول معك أستاذ أسعد أن نفهم هذه المستجدات يعني آخر المصادر وحتى التصريحات التي خرجت بعض الاستشارات هذا النهار أكدت على أجواء إيجابية نتساءل ما الذي يختلف مع نجيب ميقاتي أستاذ أسعد أم أن هذه الإيجابية تبقى في إطار التصريحات فقط كما تبعناها سابقا مع سعد الحريري؟ نعم مساء الخير هذه الإيجابية هي أكثر من مجرد تصريحات استعملت دائما في عمليات الشد والجذب لتشكيل الحكومة كسلاح لرمي الطرف الآخر بالتعطيل يعني تصدر إيجابيات مصطنعة وآخرها حصل قبل استقالة سعد الحريري قبل اعتذار سعد الحريري بساعات حينما عمم قصر بعبدة للسي أنين قناة سي أنين العالمية بأن هناك أجواء إيجابية واحتمال أن تصدر التشكيل ليتبين أن الأمور عادت إلى الوراء اليوم ماذا تغير مع نجيب ميقاتي؟ لا أعتقد أن هناك أي تغيير في الجوهر يعني الأسباب التي دعت سعد حريري إلى الاعتذار بعد لقائه الرئيس المصري بساعات هي نفسها لتزال قائبة والدينامية التي يحاول رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يعني زرعها في الأذهان بأنها دينامية إيجابية يمكن أن لا يكون لها أي أساس لا لا هو ذهب أبعد من ذلك أستاذ أسعد يعني رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يقول في كلمة اليوم أطلعت الرئيس عون على نتيجة الاستشارات ودخلنا في التفاصيل يعني يذكر التفاصيل يستطيع أن يقول كما ذكرها أن هناك توافق في وجهات النظر أسأل عن هذا التوافق شو المقصود بتوافق وجهات النظر وهل ينتج ذلك حكومة؟ ميقاتي واضح أنه رجل محترف في السياسة ويعرف كيف يختار ألفاظه جيدا طيب السؤال عن التفاصيل الشيطان يسكن دائما بين التفاصيل جبران باسيل أبلغه بأنه يريد الداخلية ومستشار رئيس الجمهورية جريساتي قبل أن يكلف هذا كله أبلغه بأنه فريق رئيس الجمهورية يريد الداخلية والعدل وطبعا الثلثة المعطل لا يزال موجودا على الطاولة يستطيع الرئيس الجمهور بميقاتي أن يجمل الأمور ولكن عند التشكيل سوف بس بعد التكليف أستاذ أسعد طبيعة كل وزير إذا عدنا إلى ما قاله جبران باسيل قال لا أريد شيئا أيوة هذا تأكيد المؤكد بأن هناك مطالب حقيقية ومحاصصة حقيقية داخل أي حكومة تشكل على يد هذه المنظومة والرئيس المكلب ناجيب ميقاتي هو أبن هذه الطبقة السياسية بالتالي يعمل على تدوير الزوايا مستندا إلى ما ذكرته حضرتك بالمؤدمة أنه هناك ضمانات دولية وهذا أمر يجب أن يسأل عنه ما هي هذه الضمانات دولية لم يجب على هذا التساؤل أستاذ أسعد مع العلم أنه هذا أبرز ما جاء في كلمته الأولى والكل كان أمام ما هي هذه الضمانات من قدمها لماذا أعطيت لميقاتي ولم تعطى للحريري وهنا نتساءل أيضا معك عن هذه الضمانات التي على ما يبدو ستنتج حكومة قبل أن نقول عن الحكومة أو لا ولكن بخصوص هذه الضمانات هل هناك من يتصور بأن هناك موافقة دولية أمريكية أوروبية وعربية خليجية تحديدا على حكومة يشكلها حزب الله عبر واجهات سياسية بالطبع لا الموقف الخليجي واضح ولم يتغير لا مع سعد الحريري ولا مع نجيب ميقاتي ولا مع أي رئيس حكومة مكلف آخر إذن الضمانات التي يقصدها الرئيس ميقاتي على الأرجح هي هذا الزخم الفرنسي في استعجال تشكيل حكومة بأي ثمن وعلى ما يبدو يرافق زخم أمريكي أستاذ أصعد نحن نتحدث معك في خبر عاجل نتابع حتى الخارجية الأمريكية دعت الرئيس المكلف إلى التسريع في تشكيل هذه الحكومة والبدء بالإصلاحات حتى وهذا الدعم الخارجي كيف سيكون له تأثير اليوم على هذا المسار الموقف هذا لم يتغير الموقف الأمريكي غير لم يختلف عن الموقف من الرئيس سعد الحريري من الرئيس المكلف سعد الحريري يعني حكومة بمعايير محددة وليس أي حكومة هذا هي الاستحقاق على ناجيب ميقاتي يعني إذا انصع إلى أن يشكل حكومة بهندسة فيها القرار بشكل كامل لحزب الله والأكثرية لحزب الله ومطالب ميشيل عون باعتقادي هذا لن يكون مقبولاً لا عربياً الساعة الأخيرة تخلى لها وسادة سعد قبل ما ينتهي وقم يمكن عندك معلومات عن الأمر تخلى لها حديث عن تشكيل حكومة الثلاثة الثمانات وبالتالي لا ثلثة معطل فيها هذه هي الصيغة اللي قدمها؟ قدم نعم قدم صيغة 24 وزيراً ليلة لرئيس جمهورية ننتظر الدخان الأبيض أو الرمادي أو الأسود من بعبدها ولكن بالتأكيد هناك كلام أيضاً عن تقاسم الوزيرين المسيحيين المتبقيين الذين كانوا جزءاً من مشكلة تشكيل مع سعد الحريري لكن أنا أجزم أن نجيم قاطي إذا لم يعطي ميشيل عون الثلث المعطل واضحاً أو مموهاً لن تتشكل الحكومة وهناك صراع أساسي على وزارة الداخلية يعني الرحلة ليست سهلة كما يتم تصويرها وربما لا تكون سريعة بعدد الساعات لإنتاج حكومة شكراً جزيلاً للكاتب والبحث السياسي أسعد بشارة على القراءة التي قدمها الليلة من بيروت شكراً